هنبتدي بكرة اليد سيدات الحقيقة كان عندنا مباراة مهمة في دور التمانية معناه دي سموحة لفريق السيدات لكرة اليد المباراة دي كانت مهمة ليه؟ لأنها كانت مباراة صعبة في البداية وبتقابلها وتلعب سموحة في اسكندرية في ملعبها فكانت مباراة صعبة وسموحة من الفرق الجيدة في كرة اليد سيدات والحمد لله ندي ألي فاز بفارق أربع أهداف 36-32 وتأهل لقبل النهائي بإذن الله وكان الشوت الأول خلص 17-12 والشوت الثاني خلص 36-32 يعني معنى كده أن الشوت الثاني خلصان لسموحة فرق أهداف والشوت الأول خلصان لنادي أهلي فرق خمس أهداف فريتنا هتلعب إن شاء الله في الدور قبل النهائي مع نادي سبورتينج واللي فاز في دور الدمانية على نادي الجزيرة 35-25 أيضا أنت مباراتك في قبل النهائي مباراة مهمة أتصور أنت إن شاء الله في حالة تخطيك عقبت سبورتينج هتقابل الزمالك في النهائي ده تصوري أو توقعي بيقود الفريق طبعا كابتن محمد عدل زولة وطبعا يعني نصر عيد عبد مالك كابتن فريق السورة اللي قبل دي على طول الفرق الحمد لله بشكل جاد بتصير بخطة سابتة بيتلاقي دعم كبير أو بطلقة طبعا دي شورة نصر وإذا ما أنتم شايفين لسه بتربط إيديها لأن طبعا تعرضت لعمليتين في إيديها الحقيقة السنة اللي فاتت ألف سلام عليك يا نصر إن شاء الله والسنة دي يكون يعني تكميل الموسم بكل يعني خير إن شاء الله اللي عايز أقوله إن الفريدة بيلقى دعم كبير جدا من مجلس إدارة والنشاط الرياضي مش بس كرة اليد السيدات في نادي الأهلي شايفة الدعم ده ولكن في مصر كلها يعني كابتن أمين أو دكتور أمين رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد كرة اليد يعني من أوائل الناس اللي أسسوا لمنتخب مصر للسيدات واللي واقف جنبهم بشكل كبير واللي عايز يأسس منتخب وبيتجمعوا بشكل دوري نفس السياسة اللي بيطبع الرجال الآن بيطبقها الاتحاد المصري على السيدات فإذا إن شاء الله خلال فترة القريبة اللي جاية سنة أو اثنين أو ثلاثة هيبقى عندنا منتخب مصر قوي لسيدات كرة اليد هنروح لمنتخبنا منتخب مصر كرة السلة اللي اتكلمنا عنه في الإنترو وليبيل عبدالوقتي أو بياخود منافسات البطولة العربية وبالمناسبة إحنا الفائز التاريخي بهذه البطولة برصيد 12 لقب آخر لقب كان 2016 على ما تذكر يعني أنا كان واحد بالناس لي الشرف أن أنا حصلت مع منتخب مصر على العديد من هذه البطولات الـ 12 ومنهم أيضا بطولات ألعابة عربية كمان يعني بالإضافة للـ 12 بطولات ألعابة عربية كان لي الشرف كمان أننا حصلت علىيمكن مديلتين دهب في الألعاب العربية فكان منتخب مصر دائما أبدا لتواجد قوي في البطولات العربية سواء على المستوى المنتخب الكبير أو المنتخبات الناشئين أو الشباب وافتكر الحقيقة والبطولة اللي هي في حياتي كانت في دمشق في صلط الفيحاء وكان دايما البطولة العربية بتبقى بقوة بمكان وبينتظرها جمهير يعني كرة السلة أو العشقة لكرة السلة البطولة العربية اللي بتقام النهاردة في مصر منتخب